لفريق ملودية الجزيرة في هذا الموسم هو الدفاع عن لقبه عن كاس الجزيرة التي تحصل عليها الموسم الماضي المهمة إذن ستكون أو لن تكون يسيرة أمام فريق وداد التالية اللاعبين الأساسيين في تشكيلة ملودية الجزيرة اليوم عز الدين في خراسة المرمى حسني بابوش كوليبالي قالوا ليونس حجاج بالقائد بوغاش باداش وسيديبي المتمعين تشكيلة ملودية اعتماد ربما كل على الهجوم المدرب هو الإيطالي أوريكو فابرو احتياطة ملودية يتضمن بالعيد نارغوتزميت ويدري باجي ديارة ووامان حارستاني بينما ويداد بن طلحة حسن في الاحتياط لازارف يعيشها الفريق وانطلاقة المباراة من جانب فريق يعيشها الفريق وانطلاقة المباراة من جانب فريق ويداد بن طلحة باللباس الأسفر وقرأ في منطقة فريق ويداد بن طلحة طبعا في محاولة تأكيد الإمكانيات التي يتمتع بهذا الفريق في قسم أو في مستوى قسم بين الرابطات بينما الملودية إذن تسعى لمواصلة مشوارها في هذه الكاسة وهي التي ابتدأت هذا المشوار في الدور 32 بفوزي على اتحاد الأغواء ثلاثة مقابل السفر وتعادلت مع جمعي طهران في الدور السادس عشر هدفين لهدفين بينما تلعب الدورة الثم نهائي مع فريق ويداد بن طلحة ويداد بن طلحة كان أعفية من مباراة الدور 32 بينما فاز على نادي إغريس بهدفين دون مقابل في الدورة السادس عشر كرة في منطقة ويداد بن طلحة وحاوص الضغط على حامل كرة من جانب محمد باداش الكرة تصدم بباداش تخرج ضربة مرمى بصالح ولفائدة الحارس نسعي فكر مباراة دور الربع نهائي من كأس الجزائر ستتضمن مواجهات قوية ومثيرة مولودي طهران ستواجه شبيبة القبال اتحاد الجزائر سيواجه النصر الصيفي وفاق الصيف المتآهل للطور النهائي من كأس رابطة أبطال العرب بالمناسبة تحية لهذا الفريق الذي شرفنا وشرف الجزائر واتحاد البوليدة سيواجه فريق شباب بلوزداد بينما شمعي تشنف ستواجه المتآهل من بين المولوديا وويداد بطال حسني رأسيا عود له كحسني على الجهة اليمنى يحتفظ بالكرة باتجاه فاداش لكن فاداش تقطع من أمامه الكرة بينما تعود مرة تانية لحسني الصراع وإبعاد الكرة بصعوبة إلى كوليبالي وإلى التماس قلول من جانب مولودية الجزائر موضي الحجاج العيد والآخر بعد إصابة كوليبالي القايد يطلب الكرة على الجهة اليوسا قسل الكرة بقاش يعمل الكرة تعود لعناصر لديب القلحة على طريق الفاح لكن حجاج يعود وإستعداد الكرة لديب القايد يطلب العودة إلى الوراء وإن موجود فغير حجاج في شهر جيد لعناصر فريق بالطلحة بهذه البداية لكن في منطقتهم يونس كوليبالي كوليبالي معه في التزديد ومسحي في المكان المناسب فوضي الحجاج كورة تصدم بأحد المدفعين تعود لرقم ستة سيدهم لكن لحظت فقط فوضي الحجاج يستعد هذه الكرة ربما تزديد جانبية في يلعبون بذكاء بعد مرور ربع ساعة لعب وصعدت هذه الكرة تزديد لكن جانبية تزديد قوية هذه الكرة تنفاذ رأسية بادش الأولى له بعد الإصابة كانت قوية أو كانت خطيرة نوعا ما طبعا بالنظر تقليل من خطورة هذه الكرة هو يرجع بالدرجة الأولى للحارس مسعي لكان في وضعية مناسبة لصد هذه الكرة جلول لعزدين لموسطته شكرات وخلاهما معروف بالتزديدات القوية ربعلي تزديد قوية بينما في وضعية تسلل في وضعية تسلل يقول الحكم بادش وما كان في وضعية تسلل برأي الحكم لما التزديد كانت قوية من يدير المباراة بدون أخطأ ومهمة حتى الآن سهلة بالنسبة لحكم اللقاء فتوحة محمد حجاج سيديبي سيديبي جائمة مراوغة ثم تمرير الكرة ليونس تمرير من يونس بوغاش يوصل على الكرة ولد من أول ليونس أو حج بوغاش يوصل على الكرة في وقت مفاجئ تماما للدفاع ويتمكن من افتتاح قبل تسجيل مع تمرير جيدة أولا من سيديبي ثم فتحة مناسبة من يونس حج بوغاش يصل في الوقت المناسب ويتمكن من افتتاح داب التسجيل بطريقة فاجأة مدافعي فريق ويداد من الطلحة شوف اللقطة سيديبي تمرير أولى ثم يونس فتحة ثانية بدون انتظار وخروج في الوقت المناسب من حج بوغاش وبمساعدة أحد المدافعين يتمكن حج بوغاش من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة وثلاثين لفائدة مولودية الجزائر طريق ويداد بن طلحة لعبه رغم تلقيهم لباداش باداش فوق الاطار بعد تمرير جيدة من حجاج فضيل قلف طريق بن طلحة رغم تلقيه هدف أول لكن مخرج من المنطقة ومقاي دافع بكل إصرار طبعا ربما في محق حمود سالم مدني سعيد وأبو مدين كف لفق إداد في المرحلة الأولى اخرج الثاني كمال جنافي هو مدرب ويداد بن طلحة وقبرو أريكو هو مدرب بريق مولودي من جارب ويداد بن طلحة من السعيد لكن تفتكم من الكورة بعود لحاجبوغاش حاجبوغاش أبو ما يغير بالفعل بالقايد بالقايد يتمكن من الاحتفاظ بهذه الكورة إلى يونس 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 بحث عن المراوغة أمام ونادر ينجح فيها المراوغة يفتح والأدف الثاني يفتح والأدف الثاني لحاجبوغاش بطريقة جميلة جدا وسهلة من يونس التمرير كانت في العمق من جانب يونس بطريقة جيدة وحاجبوغاش يتعلق ويتمكن من إضافة الهدف الثاني بطريقة قلت سهلة وبسيطة أيضا بباية قوية من جانب بريق منذية الجزائر بهذا الشوطة الثاني شوما النقطة المعادة تمريرا في العمق ووصول حاجبوغاش بالوقت المناسب وتمكنه من امتتاح باب التجريب ربما الهدف مهدى لزميت على ما يبدو قد يكون قد رزق بطفل أو طفلة هذا ما تبينه الصورة لسنا متأكدين على كل إن كان الأمر كذلك ومبروك وألف مبروك لزميت زبير لعب مرودية الجزائر فورا من جانب ويدا بالطلحة هادر يتعرض لمضايقة يستفيد من مخالفة سيدو كوليبالي يونس حجاج فضيل وكذلك بالقائد الكل وراء هذه الكرة بالأخير بما يونس بالفعل يونس تمريرة وكرة خطيرة من جانب يونس لكنها كانت فوق الإطار نسب الحارس مسعي يبحث عن سيدوم تمريرة جيدة لسيدوم مش موجود يورعية تسلل سيدوم وجه لوجه سيدوم يعتضل بالكرة زيدت سيدوم وجدت مكان المناسب وأخطر كرة في المباراة بينما انذار يشير الحكام مسعي الحاج أو حجاج يسعد هذه الكرة يونس يونس يبحث عن مكان جيد لتسديد تسديد رائع جدا من يونس وأروع من الحارس مسعي الذي تألق في هذه الكرة صدها بطريقة جيدة شوف يونس البحث عن مكان جيد لتسديد يجد يسدد لكن مسعي خاصة هذه المرحلة الثانية معد لقطة واحدة كانت ميسيدوم موجود في راحة باكير باكير تمرير جيدة من بسعي وتدخل العزلين اللي كان قبل القائد ديارة ديارة يوقف الكرة ديارة ماذا يبعد الكرة يبعد عن المراوغة الملعبين اثنين الثالث ديارة سلسلة من المراوغات ودعوة للجمهور للتفاعل مع هذه اللقطة ومع ما تبقى من المباراة سلسلة من المراوغات الناجحة رغم طول القامة شوف مراوغة أولى ثانية بطريقة جيدة والتزديد بالقدم اليسرى ترجمة نانسي قنقر